خلي بالك برضو القسم الثاني سفايتا بوندزليجا دوري قوي جدا دوري على مستوى الفيتنس على مستوى المهارة على مستوى السرعة دوري قوي قوي وجماهيري يعني قوي وجماهيري بشكل فضيع يعني يمكن احنا حتى معنا هنا بعض الصور والفيديوهات كمان لبداية المشوار يعني مثلا هو له مثلا مباراة قدام مابن سجل هدفين في الدوري عنده مطش شهير جدا قدام شالكا كان مطش سعود شالكا اصلا للبوندزليجا كان ده اخر مباراة في الدوري في بوندزليجا تو ويمكن في المباراة دي كان يانزليمن هو حارس مرمى شالكا كان الكلام ده في 91 وبالمناسبة يعني يانزليمن اتعقد من المصريين يمكن كابتن عظيمة حط فيه جول حلو جدا حضرتك جيد بعد كده في فيردر بريمن بقى في بوندزليجا كملته حطيت جول حلو جدا في مرمى يعني يعني يتعقد من اللعيب المصريين بعد كده في الوقت ده مطش شالكا تحديدا لما تيجي تكلم عنه يا كابتن هيني انه برضو اللعيب طالع من النادي الالي في مصر متعود على الجماهيرية كبيرة مطش شالكا ده كان حضره خمسة وخمسين الف متفرج اخر مطش هو مطش سعود على ملعب شالكا جماهير شالكا انا عارف جماهير شالكا طوان من افضل ومن اشرس الجماهير في في البوندزليجا وهم كانوا في في الصفايتا بوندزليجا الدرجة التانية هتخيل المباراة اللي هتوصلهم بقى للصعود يعني طيب يعني حتى احنا لما نشوف الفيديو هو بيتعرض هتشوف شكل الجمهور والعدد والحضور والحد النهاردة بيرجعوا يتكلموا في الزكريات يعني مطش هو عزيمة رقم عشرة اللي اتعامل عليه الفاول ده يمكن هو اللي عمل الفاول هو اللي هيجيب الجون وجاب جونين كانوا من فرقيته خسرنا تلاتة واحد هيجيب جونين ورا بعض يمكن احلمهم بعض الحقيقة يعني ادي جون الاول يمكن كده نتيجة بقت تلاتة اتنين بين فورتونا كيلن وبين مابين وهيسجل هو هدف تاني من ضربة ثابتة قدر انه يعمل نتيجة كويسة ايجابية فرقيته ما تخسرش في المباراة دي عمل شكل كويس في التوقيت ده يعني ممكن الناس بتشوف الكلام ده الاول مرة برده